السلام عليكم حبيباتي كركم ديرين ان شاء الله تكونوا لابس اليوم جبت لكم المبسس ولا المتقبة كل واحده كيفاش يسميها ولا المذكر ولا الحرشة حتى البراج إذا قمنا لها التمر جاني الشيش رائح رائح ان شاء الله تجربوه ويقعد يبات ويقعد أيام ويقعد لكم هشيش بهذا الشكل نحتاجوا بنسبة المقادير لدينا سميد متوسط لدينا انواع جيدة في الجزائر تاع السميد لا تديروا السميد الخشن بش ميجيكمش يغزغز في الفم ولا تديروا السميد الرقيق بش ميجيكمش معجن استعملوا من الاحسن المتوسط هنا نحتاج ثلاثة بول ونصف البول تاع السميد يكون ممسوح لا تديروش البول يكون بومبي في هذا الشكل لا نريد أن ندير ربعة مقدار لكي لا يأتي لي هذا العبر هو اللي يعطيني مبسس رائع وهشيش ونضيف كمية معتبرة على الملح هنا شفته كثير من الملح ونضيفه مغرف كبيرة ونصف مغرف تاع سكر السكر يعطينا اللون المبسس كين طيبه ويعطينا ذلك اللون الأحمر ويعطينا ثاني واحد الدوق واحد النسمة الحلاوة ما يجيش خلو بزاف غير شوية يجي بنين وبالنفس البول اللي عبرت بها السميد نعمرها مارغارين دائبة ودافية او زبدة دائبة ودافية ما تديروهاش سخونة نخلي واحد سنتيمتر نكمله بالزيت انا ما نباش نستعمله ونكتر الزيت في المبسس اذا كترتوا الزيت يجيكم مقلي ويجيكم يقرمش هاد المبسس ما يجيش هشيش كي ما تديرو تكتروا المارغارين بهاد الطريقة يجيكم رائع ان شاء الله غير تجربوه دوركم نبسس هاد السميد مع المارغارين نضخلهم مليح بعد نحكهم بيدية من الاحسن تخلوه يبات ولا تخدموه صبح وتلموه تخدموه تشمخوه في العشية ولا تقدروا حتى تخلوه مدة شهر في علبة المهم بدون ماء وتدوبو الزبدة وتخلوها تغلي حتى تتبخر مهدا كلمالي فيها باش ما يغمل لكمش الخالط خليته يرتاح واحدة تلت سوية ولا ربعة وضوك نحلهم شوية خاطروا يكونوا فيه واحدة الكويرات تع الماء ليكون في المارغارين يعطينا واحدة الكويرات يكونوا يابسين ومشمخين كين طيبو المبسس ما يتفتتوش يقعدو كيماراهم حلوهم ومن بعد نبدأ ان نرشغير بشوية الماء ما تديروش دربة واحدة خاصة المبتدئات باش ما يغلبكم ش الماء المهم القوامة العجينة يكون مشمخ ويكون الطريب ما تديروش ناشف لو كنت تديرو هاد الخالط ناشف والطيبوح في الطاجين غادي شوال يجيكم ما شوي ويجيكم يابس ويغزغز في الفم ما يجيكم شهشيش ما اعطيناش حقه تعلمي اللي قنا اعطوه حقه تعلمه لكن نريكم قوام كيفش يكون يكون شغل كيمتع المقرود باش كيت نطيبوه هاد كل ما غير باش شوي قاعد يتبخر والمبسس يطيبنا في غردة ويجيناه شيش ما تعجنوش تبقى عدو غير هكه بصبعكم واتدورو كيمة درتانا ما تعجنوش هاده ماشي خبز بهذا الطريقة حتي يتشكل كورة شوفوا القوام كيفش يكون تكون طرية بزاف شغل مقرود نلمها ونحلها نقرسها هنا في هاده اللوحاء نرش شوية على السميد ونحلها دائرة كيلي طيبها دائرة كيما هادي ولا تقطعها مربعات ولا متلاتات كيما تبقوا نرش شوية سميد تاني من الفوق ونقرسها هاده الشوقوق اللي يكونوا في الجوانب شغل اللي نقرسهم باش يتبلعوا وننساعمل حتى الكوبات نبغي الشكل تاهم يكون شباب في الجوانب ميكونش مشقق وتسقموا الوجه بين هادي ولا غير بيديكم كيما نسي زمان غير بيديهم يسقموا الوجه أنا هاديه طريقتي نجيب لوحة ونضغط عليه باش يجيني الوجه متساوي شوفوا كأنه صابلي ودك نقطع متلاتات ولا مربعات كيما تبغوا ونخليهم هنايا يرتاحوا شوية باش يتشربوا هاده كلمة اللي درناه نزقمهم من الجوانب اذا كانوا مخربشين ونطيبهم على الطاجين اللي يكون مسخناته مسبقا على نار تكون متوسطة ما تديروش نار قوية باش وينحرق للكمش ينحرق من برا يقعد لكم خضر من الداخل وما تديروش نار قليلة باش ما ينشفش ويتكيزز ويجيكم يابس باش الطريقة اللي ينطيبه للجوانب باش يجي يقعد لون واحد نقلعهم في الطبق ماندينوش في سينيا ولا في طبس يتعزاج باش ما يتشمخوش ويعرقو ويتعجنو وهذا هو اللي مبسس بعدنا وجدناه نشربوه مع الشاي ان شاء الله هتجربوه يجيه شيش ورائع وهذا كل برد ماشي تاع الشاي اللي عندي مراية ويبين كل شي شفتو كيفاش يجيه انا نتناولها مع العسل بهذه الطريقة وان شاء الله يعجبكم وإلى الملتقى